ده الخبر الثالث الخبر الرابع وخبر مهم لكل الاهلوية وخبر شوية ناس عارفاة شوية ما تعرفوش لكن عبدالرحمن حميد أحسن حارس مرمى في العالم يوقع رسميا في النادي الاهلي عشان يقفل الجدال بتاع ناس كتيرة ناس كتيرة اتكلمت في الفترة اللي فاتت معاه ده كلام واضح أنا بقول كلام واضح جدا لكن حب النادي الاهلي عند اللاعبين اللي اتخلقوا وتنشقوا في النادي الاهلي هو ده هو ده عبد الرحمن حميد ساب حاجات كتيرة ليه المواضيع ليه خلفيات كتيرة زي ما تلعب في دماغ لعيبة تانية اتكلم مع ناس كتيرة مع الراجل ده اللي هو احسن جون في العالم اللي هو ما فضلش اي عرب ما بصش لأي فلوس بص لتشيرت النادي الاهلي وقال كده انا عايز العب في النادي ده وهكمل حياتي في النادي ده فعلا هو ده مثال اللعيب اللي عنده روح وحماس للنادي الاهلي جد ده اربع سنين لعيب لسه عنده مؤوليد الفين يعني عنده النهاردة تسعتاشر سنة اتعاملوا عقد اربع سنين داخل النادي الاهلي بكده افنا كل البواب على كل واحد بيتكلم وكل واحد كان عايزه وكل واحد كان عايز يسفره البره ويرجعه تاني على النادي بتاعه بنقولهم شكرا شكرا للمجدادكم لكن لعبتنا لعيبة عايزة تلعب في النادي الاهلي وفعلا بقول لعبد الرحمن الحميد ما شاء الله عليك التجديد كان في وجود كابتن رقوف عبدالقادر وكابتن جهر نبيل عضو مجلس ادارة وكابتن عمر شوقي وبدأوا نقولك شرفتنا ودايما هتبقى احسن جنف العالم ودايما منورنا في كل البطولات العالمية ولا عزاقة لأي حد تاني